السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة سنتحدث عن الـ Coordination الـ Coordination يعني عندي شغل كثير وبدأ أنصك بينهم عندي شغل معماري والإنشائي وكهروميكانيكال وتكاد تكون المشكلة الأكبر في الكهروميكانيكال ولو انت عايز مزيدة من التخصيص في التكييف ولو انت عايز مزيدة من التخصيص في الدكتور يعني لو انا عندي المبنى معماري والشابس تخيل كده ان في مبنى معماري والشابس وده صعب ومستحيل لو حتى نتكلم على كوبري لازم تبقى فيه إنارة لو انت بتتكلم على مثلا بابنى جراش متعدد الأطباء لازم يبقى فيه إنارة لازم يبقى فيه غرفة مثلا الحمامات لازم مبنى في كل التخصيص بس خلنا نتكلم ان فيه معماري والشابس هتلاقي المشاكل البسيطة تمام؟ مثلا فيه باب بخبط في عمود مثلا فيه شباك مثلا بخبط في حاجة تانية او طلع فوق شوية بتلاقي المشاكل بس بالعدد الكبير لما بندخل فيه التكييف مهم جدا ان انت تعرف هتنصق ايه مع ايه ايه اكتر حاجة مهمة النحايا دي وايه اكتر حاجة مهمة النحايا دي انت تبقى من الحاجات ببعض يعني بابدى مثلا اقول ايه انا هشوف التكييف مثلا مع الانشائي لما اصلح كل الحاجات تتأكد اقول انا هشوف بقى ايه حاجة مع حاجة ايه الاهم من الحاجات اللي انت هتبدأ تركز عليها طيب الزمان كنا بنعمل ايه كنا بنبعد نفتح الوحد الاطوكاد ونبعد ناخد المسار ونمشي بيه واحدة واحدة وشوف كل حاجة خطة ازاي وهكذا بس انت مثلا تكون بتعدل حاجة معينة فتحركها يبين فتدرب في حاجة انت كنت تحصتها خلاص يعني طرقة مثلا عندي وانا اضطريت ان انا حركت ضغط لما تحركت ضغط بتحرك كله مع بعض فبتلاقي خبط في حاجة انت بحصتها ومستحيل ترجع عليها تاني لان المبنى كبير فبتكمل وتكتشف ان فيه مشاكل في الجزء اللي انت كنت بحصته زمان بس ما عمدتش حسابك ان انت لما عدلت حاجة اتضربت مكان تاني فلذلك التنصيق بالاسلوب الوكاد او بالاسلوب المانوال بيطلع لنا مشاكل كتيرة جدا اثناء التنفيذ يعني مهما كان الانسان عبقاري فبتفلت منه حاجة كتيرة فبتلاقي ان احنا وقف الشغل ونبدأ نشوف حلول للمشكلة اللي جات وحصل كتير جدا ان مشروع معين بعد ما عمل الشغل الانشائي فوجه ان التكييف خابط في الكاميرات فاضطر ان هو يحزي في الكاميرات وده طبعا وقف الشغل عساس يشوف المبنى يستحمل الاعمدة ولا لا او يزود الاعمدة والحاجات دي كلها لان كان الضغط ينزل تحت القامرة دي صعب لان المسافة قليلة فكانت هايخبط في الناس وبشكله غبي دلوقتي بقى في برامج البيم لانت بتبدأ تدوس على الضرار يجيب لك المشاكل لتحلك كده لا ما حلش لازم يكون عندك منهج للحل المنج الحالة ده بيبدأ من قبل مبدأ شغل يعني ايه قبل مبدأ شغل يعني ما ينفعش ان انا اجي كده وقول ايه كله هيشتغل وفي الاخر هنقعد مع بعض ونشوف الكلاشات لا ده اسلوب غلط خاص هيجاهلك كمية كبيرة من الكلاشات لانا لازم قبل ما اعد اقول ايه لا ده بص اخواننا احنا هنبدأ نشتغل بالنظام معين مثلا التكييف سيبقى فبقى مشيال تحته مثلا كذا ومنизнес systems فذا بقلل المشاكل بدل ما هنتكلم مثلا ان الممنى فيه 80000 ٢٠ مشكلة هنجد حقبة 200�EN فالرقم بيختلف تماما لان احنا منصقين مع بعض من الأول هناك تنصيق مع السابق في yüzden شراء yesterday مع ما هيقبى فوق نشوف الم legs ان شاء الله سادف حال انهم حيث كنا عملناها في الشراب اللي كده وورا لكم هسيب المثال مثلا ايه اعلى حاجة بقى موجود اعلى حاجة مثلا هيبقى الصرف ليه لان الصرف ده بيبقى بتاع الدر اللي فوقية وما ينفعش ان انا اغير فيه والصرف لازم يحترم تماما لان فيه سلوب معين وفيه حاجات معينة فلو انت حرقت حاجة او غيرت حاجة هتدرب معاك ويه الصرف بشمرن يعني ما ينفعش ان انت تنزل وبعدها تطلع وبعدها تنزل تاني تمام لان هو بالشغال ما كان او الدخ لا ده هو شغال على ان فيه سلوب معين بيبش بالحاجة انما المية مثلا فيه مطور معين بيبقى الحاجة وكسارة الفاير التكييف ممكن الكهرباء هتلاقي كل ممكن مع هذا الصرف يعني فبتدى تشوف ايه مثلا كذا مثلا نبدأ نحط مثلا التكييف الكهرباء مثلا ما يفعش تبقى تحت المية حاول تتجنبها من الصرف وحاول ما تخليش المية فيها لا هي تبقى فيها المية ليه عشان لو حصلت تصرب المية ما تنزلش على الكهرباء فبعدنا للمخطط دوت لو كل واحد شغال واحده هتلاقي كله على نفس الارتفاع وكله في نفس المكان ولو احنا عندنا مثلا مبنى هتلاقي كله بيختار افضل اماكن عايز يوزع صح ففي التورة مثلا هتلاقي هو موسطا في النص المصورة بتاعت الحريق وموسطا في النص الكيبر تريق وموسطا في النص الدكتار بتاع التكييف يوزع بقى براح تبين وشمال وينزي لدي تحت وكده ما فيش تنصيك انما لو احنا من الاول محددين ده اماكن حاجات هنراح نسل ونبدأ نقول ايه سيدة الفاضل المعماري اللي بتاع اللي بتاع اللي بتاع اللي تزاين ابدأ حطلي اللي من خارج يعني ايه السيلحات اللي هتحط على السيلينج يعني حطلي مثلا المخرج بتاع التكييف اللي حطلي المخرج بتاع الكهرباء مثلا في حاجة كتيرة طبعا زي الفير الارم زي اللايتنج زي 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 حطلي مثلا المخرج بتاع اللي سبرينكلر بتاع الفير ونصك بينهم بحيث ان لو دول اماكنهم منصقة ده سهل على الشغل بعد كده انما لو دول ضربين مع بعض اعرف ان في بلاوات تتصار يعني انا لما بيجي لي مشروع بروح ايه قبل ما بص فيه اروح ايه هتلي اللي سبرينكلر مع الارترمنال كده لو خبطين في بعض اعرف ان انا فيش تصوصيك خالص واعرف ان انا اشوف بلاوي سودا في المشروع عندما لما يقول لي سفر ابدأ ايه اطمن وابدأ اشوف المشروع وابدأ اشوف الشغل كان من ده من الحاجات برده مشروع اجيه وقالوا لي شوفوا كده كان فيه اختلفات كتيرة بين اطراف المشروع الرجل مصرر ان هو عامل بيمة في المية وفيه ناس بيقولوا لا في مشاكل وكده فقال لي بص في الرجل اللي هو عامل بيمة قال لي فالشركة هندي قال لي زيرو كلاش جاب لي نفس وركس مفتوح زيرو كلاش ما انا عايز افضل تحته عشان اخرج المشروع قلت له لا ما فيش حاجة اسمها زيرو كلاش يعني احنا شغالين في الموضوع وعارفين فيش حاجة اسمها زيرو كلاش زيرو كلاش دي بقى فيه النصابية في الموضوع وقريني كده فتحته قلت له بقى معلش ان انا مش بصمجي سب لي نفس وركس وانا هشوف القصة دي ففتحت النفس وركس اعمالت تراند طلع القيام شاكر تمانين الف كلاش الراجل بقى بتاع المكتب ازاي تمانين الف كلاش قلت له ما فيش حاسمها زيرو كلاش طيب انت زيرو كلاش طيب تعالي رح تواخد سكشنها شوي رح طلع لي خمس ستة كلاشات في النقطة دي بس في كيوورد الروي واحد فقلت له وريني اللي انت عامله فيه وعمل الكاهرومكاني كان بس حاجة كلاشات بس حاجة الطرقة غبية يعني الدقطة بخليها طلع فوق خبطة في السقف والبلامنج بخليه نازل خبطة في تحت السيليج بيقول لك انا ماليش جعب الكاهرومكانيك قال يا عاما بش حاسمها كاهرومكانيك قال لك انا بس بوصع الحاجات حاسمها بش الكاهرومكانيك خبطة فوق يعام انت معاك ده بش تنفس ده انت بتديني حاجة عبق على المشروع وبش تنفس ومستحيل حد يرضى بكده تمام؟ فلا بنحاول ننصك بين الاقسام كلها نحاول هل في واحد اسم بيم كوردنيتور؟ هو اسمه وحاجة تانية بس المسألة الموظيفة بتاعه بم كوردنيتور ممكن يكون شخص او مجموعة افراد يعني ممكن كل قسم بيه بيم كوردنيتور وعظو مع بعض ينصكوا مع بعض يمكن تكون الشركة صغيرة خالص بها بيم كوردنيتور واحد ممكن تكون شركة اصغر يمكن شفاء بيم كوردنيتور في واحد معماري وانشاء ايه وقاهرومكانيكال اربعة اشخاص والاربعة بيوضوا مع بعض ينصكوا مش محتاجين واحد خمس ينصك بينهم. فكرة ان يكونوا متفاهمين مع بعض. لو مش متفاهمين ما اضطرين احنا نعين عليهم واحد عسكري كده اجباري هتعمل كذا اجباري هتعمل كذا لو ما عملتش فيه كذا طيب من الحاجات الكويسة ان انت تبدأ تحل الكلاشات وانت شغال ما تستناش لاخر المشروع ما تستناش لحد انت وانت كل ما بترسم انا هو يا سوني سيل انا هو ترسم مثلا هناج طول McConnell من المنارة بعد رسم اعمل فيو ابدأ اظهر الشغل ستاكد ان انا مش خطأ في حاجة هيبقى قبل ما هارسم ستاكد قبل ما هارسم ستاكد طولي الوقت بنعمل تأكيد خطأ كدنا في الاول قبل ما نبدأ شغل من اللي هيبقى من اليمين من اللي هيبقى هل الشمال ومن اللي هيبقى فوق ومن اللي هيبقى تحت هنا اشغال كل شيء اقدي اظهر الشغل ممكن اعمل فيو بجمع الناس او أعمل ملف مشترك الملف فيه كل سيستم ابدأ اتأكد ان تشغل الناس وهكذا بحيث ان احنا ايه ما نفجعش بالاخر براقب كبير في الكراشات تمام بشمال من البرامج اللي تشغل به يعني هاي كان البرامج اللي تشغل به طول الوقت اتأكد ان مفيش كراشات تمام وفي اداة حلوة الناس اللي بشغل على الريفت دي اللي لقيتها اسمها افويت كلاش از من تشغل اسمها بيم زوفت سيليوشن دي بتاعب الايه دي ببساطة بتخليك تعرف الكلاش اوتوماتيك يعني ايه اوتوماتيك يعني كل ما رسم حاجة اول ما تخبط بحاجة ثانية يبدأ يديني انظار يعني خلي بالك الارتفاعات بتبقى واضحة وقوية جدا في موضوع البيم انما في الاوتوكاد مبقاش مهم من موضوع يعني الارتفاع نفسه مشكوك في امره تمام يعني ممكن مسلا ده انت كاتب 2500 وده مسلا كاتب عليه 3000 بس الارتفاع بتاع دوت هيخليه خبط في دوت فلازم كل شوية تحسب الارتفاع بتاع الحاجة بيبقى مشكلة رهيبة انما في البيم هون دي اداة بتقوله اوتوماتيك فاول ما بترسم داقت او كيبرتري او اي حاجة خطة في شغل حتى الربوزار عندك يبدأ يقول لك خلي بالك المكان الفلاني فيه غلطات ويبدأ يعمل تكادور يقول لك ده فيه غلطة في المكان الفلاني عشاس ايه تبدأ لحلها اول باول ما تستناش لحد ما المشكلة تظهر في اخر مشروع طيب هل مثلا برنامج زي برنامج الريفت ده اقوى حاجة في الحل الكلاشات لا هو فيه مزايا حلوة خلينا نشوفها بتتعمل ازاي ان انا اقدر ايجي هنا من الكلوبريت واقول له انترفيسي الشيك واقول له ران انترفيسي الشيك وابدأ اختار حاجتين يهو يبدأ يشوفهم مع بعض يعني على سبيل المسال مثلا خلينا مثلا نقول له انا عايز اشوف الار ترمينال والميكانيكال اكيوب مينت واللايتنج نبدأ شوف ايه حاجتين انت عايت تعملها اقول له مثلا انا عايزها مع السترقشور كولوم او مع الولد طبعا مع الولد ما مطبقهش كلاش تعمل السترقشور كولوم اكيد كلاش طيب انا بس احطيت الولد عسل ماكو بطلعش معانا حاجة في السترقشور كولوم فيصل معانا طيب اهو اهو ده اللي انا عايزه استرقشور كولوم مع لايت فكتشر هابدا اشوفهم شو هوا اهو شوفنا المشكله فيه تمام طبعا مش واضح في المكان المشكله خلاص اقول له شو تاني ايه بداي ايجي بالي فيه مكان اخر تمام اقدر اعمل العليس الاكت اهو واقول له دوت انا عايزه ايه استرد دي وابدأ اشوف المشكلة فين بالزبط اه فعلا في حاجة خبطة فمحتاج ان انا ارحلو تمام مجرد ان انت اترحلو كده بالمواضيع هتلاقي المشكلة اتحلت فالمواضيع سحل طيب ليه احنا بنلجأ ليه برامج اخرى نفس ووركس في حال الكلاشيت نفس ووركس فيه مزاج جمال جدا ان هو بيطلع ليه هتلاقي شرح نفس ووركس التفصيل وشارح على الريفت مع ماري وانشايا وكهروميكانيكا لعبين مع ريبيا هو بيعمل كذا حاجة فيه موضوع الكلاشيت دوت اول حاجة ان هو بيطلع لي جدول مفهوم يعني في الريفت بيجيب لي ارقام بس لا هنا بيجيب لي صور وبيجيب لي الريبورت قوي جدا خلينا نشوف مثلا اشروع كده ايه المشروع هو بسيط هوت هقول له انا عايز اشوف مثلا الكلاش هوت التست هبدأ اضيف التست الاولاني هقول له مثلا مي بي اس اس تي ار خلي بقى كان عندي هو تقرير هوت التقرير ده هيبدأ اشغال معي في كل مرة ممكن اصيفه في المشايا اللي بعد كده اقول له مثلا تقرير ده فحص لي كذا مع كذا ممكن تبدأ تقول له ده الستاندرد ده الكمباكت ده البروبارتست ده اشوف الخصائص بتقول له مثلا ان اعايز حاجة معينة مع حاجة تانية على سبيل مثلا خلينا مثلا نركز على الفيرست فلور هقول له انا عايز الارترمنال مع الضغط مع البايفينج وهنشوفه طبعا مع الفيرست مع اللي نقول له مثلا الوال تمام وهنا بقى الكلاش هارت يعني الاتنين خطين في بعض طب ينفع يبقى كلاش ومش خطين في بعض اه ينفع يبقى صوفت يعني ايه هو مش خابط مع حاجة بس انا عايز مستفى معينة يعني عسل يسال قهربة مع مية لو هم قربين من بعض ممكن لو المية سربت تعمل قفل مع قهربة فممكن اقول له بقى كلير هات يعني لو حاجتين متقررين عنصر متقرر مثلا تمام اقول له run test فاقده يجيب لي report بالمشاكل الموجودة فانا ابدأ ارجحها لي العنصر دوت طبعا معا هقدر صدر التقرير بحاجات اقدر اعمل select على العنصر بحيث ان انا ابدأ اشوفوه هناك في ريفت هابعمل ازاي اوه اجاب لي جرد بتاعه مرحة وني بيقول لي الكلاجة مع ايه وكلاجة مع ايه بتقول له switchback يعني switchback لاسم يكون مرتبط للملف المشروع ده على الرفت وقل له switchback يبدأ يعمللي زوم على العنصر دوت بحيث ان انا ابدأ اهرق بدل ما اخذوا الرقم واحدة ادور رقطة اوف ورقة لا switchback بيرجعني للملف دو طب لو انا عدلت في الريفت اعمليه بروح مسايف الملف بتاعي NWC انت شغلك كله في الريفت ما بقاش على ال NWC NWC ده الملف اللي بيطلع من الريفت NWF ده الملف اللي انت بشغل عليه في قلب نفس وركس فبتروح مصدر NWC هو بيقرأه تاني بيقرأ الملف اللي انت صدرته جديد لل NWC فما فيش مشكلة لو صدرت NWC اخطر مرة او قالك الاشياء كام ده 723 كيلاش لحاجة بسيطة بموضوع الحوائد تمام مع الكهروميكانيكال غالبا احنا ملتبراش كلاش لان هو بيفتحها opening جا عادي بس انا بعارفين ايه الفتاحات هتبقى موجودة فيه ده بالنسبة لل BIM Coordination وده مهم جدا كل مفروض كل فاطلة بنطلع report بالكلاشات اللي موجودة الفروض عندي جدول ايه اهمية الحاجة مع الحاجة يعني في الاول مثلا هو ليه انا عايز اتأكد ان الانشاء ايه مفوش حاجة عشان اثبته فشوف الانشاء مثلا مع الماماريا شوف الانشاء مع الكهروميكانيكال كله كله سيستم يشوف نفسه بنفسه يعنفعش ابدأ اعمل كلاش بين الميكانيكا او الكهربا وكل واحد فيه معامل كلاشات مع نفسه مدى معين مثلا بقى ذلك الفرق فاتنج بيبقى فيه مسافات معينة ما ينفعش بقال منها ما ينفعش بقى اكتر منها ففيه ادراح شوية في الموضوع في مثلا الفرق الارب ممكن نرحله براحتنا ده بسيط جدا باش متعالج بحاجه وسهل جدا يتحرك وهكسب نبدأ نشوف ايه اللي يتحرك يعني فيه قواعد معينة بنثبتها وانت ده خوط فده طب من فيهم اللي يتحرك وهكسب نبدأ نحط نفسنا قواعد تمام وهبدأ شوفها ان شاء الله ونحاول نزالها في فيديوهات جاية ان شاء الله على قناة بيما ربيع علىها